افريقيا تساهم بأقل من 4% من بعث الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم لكنها تعاني من تحديات مرتبطة بالمناخ ولا تحصل سوى على 5% من تمويل العمل المناخ العالمي اليوم وفي جلسة نقاش جمعت خبراء في الميدان ومؤسسات مالية تم الترافع من أجل حج المزيد من التمويل للقارة الافريقية لمواجهة تدعيات التغيرات المناخية الهدف من هذا الاجتماع والترافع من أجل جمع المؤسسات المالية والدول المانحة في هذا الفضاء لحتهم على تمويل المشاريع ومخططات الاستدامة والتي تتم في إطار البرامج المناخية في قمة العمل الافريقية التي انعقدت بمراكش على هامش مؤتمر كوب 22 تم الإعلان على ثلاث لجن بهدف التصدي للتحديات البيئية التي تواجه افريقيا الليجن التي تم اعتمادها تخص منطقة الساحل وحوض الكونغو والدول الجزرية والهدف اليوم هو حج تمويلات لدعم هذه الليجن من أجل التصدي للتغيرات المناخية لتمويل أنشطة الاستدامة والعمل المناخي إفريقيا في حاجة إلى حوالي 3 تريليون دولار حتى عام 2030 لسد فجوة التمويل المناخي ترجمة نانسي قنقر